ندعو المتسابقة زينب جبرائيل فينا من روسيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر سؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم من أهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا حَسْبُك سؤال الثاني والله خلق كل جابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله من يشاء يخلق الله من يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء وهو على صراط مستقيم ما يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي ما يشاء وهو أعلم والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا فريق منكم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرج قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير مما تعملون وعد الله قل أطيع الله وأطيع الرسول قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ما حملتم وإن تطيعه تهتد وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله حسبك يا زينب سؤال الثالث وعندهم قاصرات الطرف أتراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار يا زينب قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معربون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون استمر إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين حسبك حسنتي بارك الله فيك